بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله نحن الآن نقترب من الليلة التي قد تكون هي آخر ليلة من رمضان الليلة القادمة هذه ليلة التسع وعشرين وإذا رؤي الهلال الليلة القادمة مع غروب الشمس غدا انتهى رمضان إذن ماذا بقي لدينا من الآن إلى المغرب وغدا إلى المغرب بقي لدينا تقريبا أربع وعشرين ساعة إذا كان رمضان تسع وعشرين بقي من رمضان أربع وعشرين ساعة تقريبا من الآن إلى المغرب يا إخواني من الآن إلى المغرب ومن المغرب إلى المغرب غدا المغرب غدا سنرى هل يرى هلال شوال عند غروب الشمس هل يرى هلال شوال أم لا إذا رؤيا انتهى رمضان إذا رؤيا غدا انتهى رمضان ودخلنا في ليلة العيد إذن نحن الآن نحن الآن قد لا يوجد لدينا من ليالي رمضان الشريفة المباركة إلا الليلة القادمة إذا طلع رمضان 29 ما عندنا إلا ليلة وبما أنه ما عندنا إلا ليلة فلابد أن نري الله من أنفسنا خيرا لابد أن نري الله من أنفسنا خيرا أولاً ليلة 29 هذه من الليالي الوترية في العشر الأواخر كذلك تدخل في حديث من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر كذلك قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في السبع والتسع والخمس رواه البخاري رواه البخاري قال والتسع قال ابن حجر في فتح الباري يعني في ليلة 29 إذن فيها فيها نص أيضاً فاحرص يا أخي فاحرص يا أختي هذه الليلة القيام وكذلك الإخلاص والدعاء تلاوة القرآن الذكر الاستغفار أنواع البر الصدقة طعام طعام لا تخلي شيء شهر رمضان قرب رحيله وأزف تحويله وإنه شاهد علينا أو لنا بما أودعناه من الأعمال فمن أودعه صالحاً في ختام الشهر فليحمد الله لماذا نركز على الليلة هذه لأن الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم ولنستبشر بحسن الثواب والله لا يضيع أجر من أحسن عمل دعونا نختم رمضان بتوبة دعوها أن تكون توبة نصوحة أيها الإخوة والأخوات بمشيئة الله سوف نرسل لكل من يريد نسخة من مئة دعاء من الكتاب والسنة الصحيحة بمشيئة الله سنعلن عن رقم الإرسال لمن أراد الشاهد بعد الفقرة القادمة من برنامج مشيئة الله ونحمس أنفسنا يحمس بعضنا بعضاً واضح الآن وصلنا إلى مرحلة حساسة جداً يعني لما واحد يسمع من آخر ليلة يعني آخر فرصة لأن الحديث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة لله عتقاء من النار في كل ليلة لله عتقاء من النار إذن ها أمكن إذا كان رمضان تسعة وعشرين هذه آخر ليلة هذه آخر فرصة آخر فرصة فإذن الإقبال على الله والدعاء وإظهار الافتقار والاضطرار والإسرار إظهار إظهار الحاجة إلى الله الفقر إليه الإلحاح عليه مدحه الثناء عليه ذكر الحاجات لا تخلي حاجة إلا وتذكرها هذه الليلة اغتنم خلاص هذه آخر فرصة ماذا نفعل؟ طبعاً آخر فرصة في رمضان ولا باب الدعاء مفتوح وباب التوبة مفتوح والله كريم نسأل الله أن يتقبل منا جميعاً